موسيقى في بداية كان نقدم الشوق الجزيل الموقع الإلكتروني وقع الاهتمام له كل ما يجري بداخل جامعة مولي إسماعيل بصفة عما وكل العلوم قانونية واقتصادية واجتماعية بصفة خاصة كان لقاء سيد الوزير مؤخرا عبر موقع الإلكتروني لأكد فيه بأنه تم قرار إلغاء مسالك البشرر وبأنه سنعمله بالمسالك التي كانت الآن الإجازة بالإضافة للمسطر والدكتورة وطبعا فور هذا الإعلان كان عندي اجتماع مع سيد رئيس جامعة مولي إسماعيل الدكتور حسن السهبي ويحاولنا أن نضع بعض الحلول لنقترحها على السادة الأساتيدة وبالخصوص الأساتيدة المسؤولين على مسالك البشرر فكان عندي اجتماع مع السادة الأساتيدة ديال مسالك البشرر ويتم الاتفاق على أن نحول هذا المسالك إلى مسالك إجازة مهنية ديال تمييوس لسانس بروفسيونال ديكسيلنس ومعها احتفاظ بالحق الطالي في الاختيار إما يرجع الإجازة العادية أو ينفرغهم في الإجازة المهنية تمييوس وكان عندي لقاء البارح المجلس المؤسسة اللي كان فيه وقع على هيئة تقريرية داخل المؤسسة واللي تم نقاش مستفيد حول هذه النقطة وتمت المصادقة على المسالك الجديدة للإجازة المهنية لتمييوس ليحضروها السادة الأساتيدة في وقت واجيس باش إن شاء الله نرسل نصفتها الوزارة الوصية لدراستها باش إن شاء الله بداية شهر مارس نبدأ الضورة الربيعية لهذه المسالك الجديدة والليوم في الصباح كان عندي اجتماع مع الطالبات نمشجلين مسالك الباشرة كان لدينا ثلاثة مسالك الباشرة اللي هي مفتوحة كان انجينيوري فنانسيير الفيسكال كان كوميرس الماركوتين وكان دغواء مفتوحة وكان واحد اجتماع جدا مهم لحاول أن نضطح لهم تصور دينا بعد قرار السيد الوزير وحاولنا نبين لهم المزايا للإجازة المهنية للتمييوس اللي ستكون في ثلاث سنة ونحتفظوا بنفس المدامين اللي كانوا تقريبا في الباشرة فالسدى الأساتيدة حاولوا يحافظوا على نفس المدامين بالاعتماد دائما على اللغات والتواصل والمهارات العرضية وكذلك المواد التأخصص والإنفيتة فالطالبات كانت عندهم عدة تساؤلات كانت تخوف لخصر اكدوا أنه كانت تخوفات بالنسبة للطالبات كيف ترى السنة تنطلبوا منهم أنهم يغيروا المسالك فبيننا لهم فهو شكري مدام أن نفس المدامين تبقى تقريبا غير فعلا ما نتكلموا عن الباشرة سنتكلموا الآن عن الإجازة المهنية للتمييوس فكانت كذلك بعد الأسئلة عن المتابعة الدروس بمسلك الماستر كذلك كانت تساؤلات على الاستفادة من بعد الاتفاقيات الدولية والولوج لجامعات ومعاهد أوروبية وبالخصوص الفرنسية كذلك كانت تساؤلات والمدارس العليا للتجارة والتسيير بالمغرب أو خارج المغرب وأكدنا لهم بأن هذا الإجازة المهنية للتمييوس ستتحلهم إن شاء الله الطريق لتأتي في جميع المعاهد لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي وكلهم يستفدوا كذلك من جميع المعاهدات اللي عندنا مع جامعات الدولية ويمكن لهم يتابعوا دراسة دي لهم بدون أي مشكلة بل بالعكس فغيكونوا هما عندهم قصب السبق مدام أنهم طلبة متميزين وحاصلين غيكونوا حاصلين على إجازة مهنية دي التمييز وبالخصوص أن هناك أساتدة أكفة لغيشركوا في تأطير بالموازات غيكون كذلك أساتدة ممارسين لمهنيين لغيوكبوا الطلبة باش يسهلوا عليهم المامورية ويحقوا الهدف ديالهم إن شاء الله فكان عندي لقاء صباحة هذا اليوم مع طلبة المسجلين بمسالك الباشلر كانت الصراحة كانت الوضوح كان التواصل كان الإجابة على معظم التساؤلات اللي طرحوها الطلبة وحاولنا نبين لهم بأننا لدينا هدف واحد وهو المواكبة ديالهم حتى يحقوا النتائج المرضية إن شاء الله فكين جاء هذا القرار جاء في سنة فطبعا كانت تخوفات فحاولنا نشرح الطلبة بأننا غادي إن شاء الله نفرغوهم في هذه الإجازة المهنية ديالتا ميوز وبأننا غادي نواكبوهم بأن السادة الأساتدة غا يخذوا بيديهم حتى يحقوا الهدف ديالهم فطبعا ماشي سهل ولكن مع التواصل المستمر مع تدخل السادة الأساتدة والشرح المضامين لهذه الإجازة المهنية الجديدة ولكن بينهم أننا ما كان فرق كبير فالأساتدة اعتمدوا تقريبا على نفس المنظامين اللي كينا في الباشلر فكينا مشكل غير في تسمية الآن فالحمد لله غالين طلبة كلهم كانوا متفخين وكانوا واحد من خيرات بحيث اليوم تجلات اليوم عندي تسعين تخريبا تسعين في الإجازة المهنية ديال التمييز وعشرة في المياه اللي اختاروا الإجازة العادية فكان اختيار عن قناعة وخلينا لهم الاختيار حاولنا نشرح لهم بالمزايا ديال كل الإجازة المهنية ديال التمييز ولا كذلك الإجازة العادية وليلي يقين إن شاء الله أن الأمور ستمر بثلاثة وبأن الطلباء كلهم عبقوا الورقات التي تأتي في المسلك الجديد فمتمنياتنا لهم بالتوفيق فخصي يكون دائما التواصل ويكونوا دائما بجنب طلبتنا حتى يحقوا الهدف ديالهم الأسماء والحصول على الدبلومات وتكوين دو جودة عالية فالحمد لله اليوم جلط بعد نمائتين وتسول عشر نطال ونمش في هذا مسارك الباشلر وكلهم الأغلبية اليوم كلهم اختاروا كان عندهم اختيار تسعف مئة لإجازة الميانية ديال التمييز فما كانش أي مشكل فالتخوفات اللي كانت عندهم الأسئلة اللي كانت عندهم جاوبنا لهم دائما نستعد المواكبات حتى يحق الهدف ديال لهم فلا كانت تغيير فغير اسم اللي تغير بعض الباشلر فوائج زميانية ديال التمييز ونفس تقريبا المضامين دائما الاعتماد على صفت سكيز واللونج كومينيكاسي فغنحاول أننا في هذا المرحلة الانتقالية السادة الأساتي دائما يكون تواصل دائما مع الطلبة باش يفهموا أن ما كانش تغيير كبير كبير جدا بالعكس نبقى وغادي إن شاء الله في نفس التاريخ دائما تاريخ التمييز وتكوين دو جودة عالية بمشاركة السادة أكاديميين وكذلك السادة مهنيين ممارسين اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة